بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم النهاردة عن اي بي بيرشان سيكس ايه هو اي بي بيرشان سيكس كنا اتفقنا مع بعض المرة اللي فاتت ان انا عندي مشكلة فقد في الاي بي هات يعني ايه الاي بي هات ما بقتش مكافية كل حاجة في حياتنا محتاجة اي بي صح؟ خصوصا كمان مع انتشار التكنولوجي بتاعت الانترنت و سيكس كل حاجة في حياتنا هيبقى عليها اي بي يعني الشركات الكبيرة كلها الشركات المالتي ناشنل كلها نوعية ان على سنة 2020 خمسين بيليون شيء يبقوا مترباطين مع بعض الاي بي هات ما كافية؟ لا طبعا حلناها حل مؤقت بايه البرايفت اي بي مع تكنولوجي النات تمام؟ بس ده برضو يعتبر حل مؤقت لان برضو عندي عاجزة في الاي بي هات خصوصا كمان ان الفترة الجاية هيحصل طفرة طبية طفرة طبية يعني ايه؟ كل جزء جسم الانسان هيبقالو اي بي ما عرفش بقى الدكتور بعد كده مش هيقص يبنك بقى ولا ايه I'm not sure تمام؟ بس المهم بعد كده هنحتاج برضو حتى الاي بي هات لاجزاء جسم الانسان الاي بي هات مكافية؟ مش مكافية تمام؟ وعشان كده بدأوا من سنة 94 ان هم يتكوا ان هم يعملوا من سنة 94 بدأت السكرة سنة 97 اتعملوا فعلا ومن سنة 97 لغاية دلوقتي ارفلنا فعشيتنا كل شوي قولنا ذاكروا I-B Virgin 6 كلها يومين واللي مش هيذاكر I-B Virgin 6 هيقعوا مش عارفة يحصلوا ايه مش عارفة كلها سنتين تمام؟ ولغاية دلوقتي يفجز كبير من انترنت وسيطر عليه I-B Virgin 4 معنى كده ان هم بيلحقوا علينا لا I-B Virgin 6 is coming بس تسلولي بالراحة ليه؟ لان زي ما اتفقنا بلكده فيه اجهزة Legacy ما بتعملش سببورت ل-I-B Virgin 6 ودتلكم examples للبعض الشركات اللي شغالة حتى هذه اللحظة وشركات كبيرة مش صغيرة اللي شغالة حتى هذه اللحظة بويندوز 95 طبعا ويندوز 95 و 98 وكلام ده كله والميلانيوم وكلام ده كله ما كانش بيعمل سببورت ل-I-B Virgin 6 تمام؟ طيب شكل I-B Virgin 6 بيبقى عامل ازاي؟ قال لك حاجة بالمنظر ده هتلاقي فعلا في السور كتير قوي كده حاجة مثلا بالمنظر ده اول ملحوظة فيه ان هو بيتمثل في كم جروب ادي جروب الثاني الثالث الرابع ستة جروب الجزء ده كله على بعضه بنسميه جروب طبعا عندنا ف-I-B Virgin 4 كل جزء كنا بنسميه اوكتت هنا مينفعش نسميه اوكتت ليه بقى؟ اول ملحوظة امتالي ملحوظة ف-I-B Virgin 6 انه بيتكتب بالنظام الهكسا ديسمال الهكسا ديسمال يعني النظام السوداسي 10 وانا عارف ان النظام السوداسي 10 اكبر رقم فيه اللي هو مينفعش بقى قول 15 يبقى اللي هو ال-F تمام؟ وال-F ده تمثيله في كم بيت؟ اربع بيت وال-F ده تمثيله اربع واحد صح؟ تمام؟ طب لو قلت مثلا على سبيل المثال 0 ده يبقى كام؟ 0000 لو قلت واحد يبقى 00001 تمام؟ يبقى تاني اي رقم عندي في ال-I-B Virgin 6 بيتمثل في النظام الهكسا ديسمال يبقى افبر رقم في ال-F اللي هو بيتمثل في اربع بيت يبقى اي رقم من الارقم اللي قدامكم بيتمثل في كم بيت؟ اربع بيت يعني معنى كده ان الجروب الواحد بيتمثل في كم بيت؟ 16 اربعة فاربعة فستاشر صح؟ وعشان كده ماينفعش نسميه اوكتت بنسميه جروب لان اوكتت اصلا معنى سوماني يعني بيتمثل في 8 بيت بس بس في حاجة بقى لنا سنين طويلة بنجيب دايما على السنة سيرة اوكتت واحنا بقى لنا طبعا بنتعمل دايما بقى اجي رجان فور اقولك الاوكتت الرابع الاوكتت التالت فهنا برضو احنا بنتكلم لو احنا طلقباطنا وقلنا الاوكتت الخامس عديها مش مشكلة بس تتبقى عارف ان السنتاجس الصح المسمى الصح ان كل جزء اسمه جروب كل جزء اسمه ايا شباب تمام؟ والجروب الواحد بيتمثل في كم بيت؟ 16 بيت بيفصل ما بين كل جروب والتانى كولون بيفصل ما بين كل جروب والتانى ايه؟ كولون هنا كان بيفصل ما بين كل اوكتت والتانى دوت هنا بيفصل ما بين كل جروب والتانى كولون تمام؟ معنى كده ان اي بي فرجان سيكس كله على بعضه كام بيت؟ كام؟ 128 بيتم جم من اين؟ ما هو ده 16 في 8 جروب هيديني 128 بيتم يبقى اي بي فرجان سيكس 128 بيتم اي معنى كده ان اقصى عدد من الايات احصل عليها اتنين قص 128 احنا اصلا لو جينا نشوف الرقم ده على الكالكوليتور كام بيتم بيتم انت حسبته؟ بسم الله ما شاء الله المنافى مع الدين يا جدعين ايه ده؟ هاجي هنا اختار ايه؟ سينتيفيك اتنين قص 128 انا اصلا مجراتي شان احفظ الرقم اساس المهم تانى رقم ضخم جدا نقولنا كان درجة الكالكوليتور مجابهوش تمام؟ كان فيه ارتك الموجودة على الانترنت وقعت عليها مرة كان بيشبهلك يعني اي بي فرجان سيكس كتير قد ايه؟ يقولك ايه؟ لو هيقارنوا في اي بي فرجان فور ف اي بي فرجان فور بيمثل عدد زرات الرملة اللي تبلى الترنج شاحنه ده اي بي فرجان فور وصاده اي بي فرجان سيكس بعدد زرات الرملة اللي تبلى الشمس اعتقد يعني بقفورين قوي 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 بس يعني دلالة على ان اي بي فرجان سيكس بيديني فرايتي كبير قوي تمام؟ ارتك التانية كانو بيقولو فيها ايه؟ ايه كل جسم كله انسان كل زرات جسمه من حقها اي بي بلاس ميت ارث ميت ارض كمين برضو اعتقد مقفورين قوي قوي بس المهم كل ده دلالة على ان اي بي فرجان سيكس هيخلص؟ الله اعلم مزايا ما عملوا اي بي فرجان فورو كانوا فرحانين وصابعين بالسماء وخلص صح؟ اي بي فرجان سيكس بس اللي انا متأكد منه بقى يا شلبي ان هيكون ساعدة بقى يعني في اخر ايامنا بقى كده لو كان فعلا هيتنقل يعني وانس يا شلبي فاكر لما كنا بنعمل مش عارف ايه كده يعني خصوصا كمان ان فيه دلوقتي فعلا ريسيرش ل اي بي فرجان ايت فعلا فيه ريسيرش دلوقتي تمام؟ لو ده مية تمانية وعشرين بيت فالتاني ميتين ستة وخمسين بيت عاملين حسابهم اللي قدام عشان ما يتلسعوش تاني اللي تلسعوه في اي بي فرجان فورو خصوصا زي ما قلت لكم لو فعلا الطبقة اللي هي الطفرة الطبية اللي قلت لكم عليها ان كل جزء جسم الانسان من حقه اي بي الله اعلم ساعدة انا محتاج ايها ده اي في ايها دلوقتي؟ طيب مشكلتي في اي بي فرجان سيكس بقى بحاجة ايها كبير معلش بس يا مي مليني كده الاي بي بتاعك عايز ادخل عليك طب معلش بس مليني كده الاي بي بتاعك عايز ابنج عليك متخيلين دلوقتي عادة الناس ما بتحبش تكتب كتير صح؟ متخيلين شكل الاي بي عملي ازاي؟ وعشان كده بدأوا يفكروا في حاجة اسمها ابريبييشن اختصار الاي بي برجان سيكس حاجة سامبل كده نقدر نكتبها على الراوتر او جهاز الكم كده تمام؟ ففي عندي طريقتين للابريبييشن الطريقة الاولانية leading zero compression تمام؟ يعني اين leading zero compression من الاخر؟ اي صفرة على الشمال مل مش لازم ان يتكتب وزاي موقت لكم فعلا في اي بي فرجان سيكس ان شاء الله هتلاقوا فيه اصفر كتيف تمام؟ يبقى تمالوني كده الاي بي 2001 الزيرو هنا هيتكتب لانه في النص صح؟ colon zero colon zero colon 1 2C zero 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 وبعد كده واحد zero دي تمام كده؟ طيب الى حد ما يعني اختصار تسلم في طريقة اختصار تانية؟ او اللي هي zero compression اللي هي اي شباب zero compression يعني ايه zero compression؟ يعني من الاخر اي عدد من الاصفار متتالي اي جربات متتالية من الاصفار اقدر اشيلها وقت بمكانها colon colon لا برضو colon colon ان شاء الله يكون 7 جربات متتالية من الاصفار اشيلها وقت بمكانها برضو colon colon لا برضو colon colon ان شاء الله يكون 7 جربات 8 جربات متتالية من الاصفار اشيلها وحط مكانها ايه؟ colon colon بس مفيش حاجة اسمها colon 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 تمام؟ يعني معنى كده ان اي بي version 6 اللي اختصار بتيعوه في الحالة دي هيبقى ايه؟ 2001 colon colon 01 2C colon اخد لك حقك حالا او 2001 colon 0 colon 010 او هتعملي حاجة بالمنظر ده 2001 colon colon 0 12C colon colon 010 دي ليه بقى؟ دلوقتي لو انا حطيت IP version 6 بالشكل ده على الراوتر او على كهاز الكمبيوتر جهاز الكمبيوتر عارف وايس جدا انه بيتكون من كم جروب؟ 8 من 8 ادي جروب الثاني الثالث الرابع الخامس السادس ناقصني جروبين معنا كده ان الكل liber형 I كون او لو انا كتبتوا بالمنظر ده ادي جروب الثالث الرابع الخامس ناقصني جروب 3 يبقى شيل الكل liber형 الكل��하면 والكون وحط مكانها ثلاث جروبات من السادس لكن لو انا حطيتها بالمنظر ده ادي جروب الثالث الثالث ناقص خمسة احطهم ازاي هنا 1 وهنا اربعة ولا هنا اثنين وهنا ثلاثة ولا هنا الثلاثة وهنا احطوها ازاي وعلشان كده اي بي برشدان ساكس و احنا بنحطه على راوتر او على كاس الكمبيوتور و انا بحطه الروبس من الكولوم هي مرة واحدة بس مينفعش مرتين جروبين من الكولوم مينفعش ايه جروبين من الكولوم واضحة كده افضل طريقة بقى للابريفيشن اللي هي زي ما دلوقتي شلبي قال كده ان انا فعلا قدمج الطريقتين مع بعض zero compression with leading zero compression ازاي يبقى 2001 كولوم كولوم واحد اثنين سي كولوم زيرو زيرو واحد زيرو دين او 2001 كولوم زيرو زيرو واحد اثنين سي كولوم كولوم واحد زيرو دين ويبقى الاثنين اللي لونهم ازرق اللي تحت دول افضل طريقة للابريفيشن بتاع اي بي فيرشن 6 وانت بتحط الاي بي على الراوتر او على سوريل اللي بسي واطبر يعني حطه بالطريقة اللي على مزاجك هو كده كده هيترجمها للهيسة الطويلة دين لغاية دلوقتي حد واقع مني في اي حاجة فاكح ليش صباح الفولت في مشاكل وانا دلوقتي بحط اي بي فيرشن 6 على اي بي اسا فيرشن 4 على كاس الكمبيوتر بتاعي فيه كم طريقة بحط بيها الاي بي على كاس الكمبيوتر يلا مين الساحر وين اربع اربع ما تقول اربع اللي هم المانول ايه المانول والDhsb والالترنت واخر حاجة الابابة صح؟ يعني لو هنتكلم ممكن اقسمهم لتو كاتيجوريز اللي هما ستاتيك و ديناميك نفس الكلام بالضبط بالنسبة لالاي بي برجان سيكس عنتي طريقتين بحط بهم الاي بي على كس الكمبيوتر بتاعتي اللي هو ستاتيك و ديناميك تمام؟ بالنسبة للستاتيك في نوعين الطريقة الاولانية manual الطريقة الثانية eui 64 اللي هو الاسم الدارد بتاعها والمنتشر دلوقتي link local بالنسبة للديناميك في عندي 3 طرق الطريقة الاولانية slack stateless address auto config الطريقة الثانية stateless الطريقة الثالثة stateful نمسك باع طريقة طريقة كده manual يعني ايه؟ يعني انا اللي هحط الاي بي بي دي صح؟ ازاي click يمين على كارت الشبكة open network and sharing center او internet settings لو الويندوز تعمله update تمام؟ change adapter options say دلوقتي ان انا عايز اخياره على مستور كارت الواي فوي يبقى click يمين properties تمام؟ واجي هنا مش على تسي بي اوبر اي بي برجان فور بقى برجان ايه؟ كان واحد يعيني اخد سكرينشوت من الشاشة دي كده مرة ورفاحها على غروب وقال يا جماعة هو الويندوز تين ما بيعملش صبرت الاب برجان سيكس ولا ايه؟ يعني الوده تعمل عليه حفلة تمام؟ هنزل تحت كده تسي بي اوبر اي بي برجان سيكس روبرتز وحط هنا الاي بي بي دي يعني على سبيل المثال لو قطلوا هنا اتنين زيرو زيرو واحد كولون كولون خمسة على سبيل المثال تمام؟ معنى كده ان الكولون كولون دي في هنا كم جرهم للصور؟ ايه؟ ستة بالزبط وقبل الخمسة في كم ديرو؟ تلاتة تمام؟ لو نزلت تحت كده لوحده امكاتب بريفكس اربعة وستين تمام؟ شوية هعرف ليه حط اربعة وستين بس تعرفوا لي كده بس مؤقتا ان ما بقاش في حاجز مصة بنت ماسك التعامل كله عن طريق البريفكس التعامل كله عن طريق مين؟ بريفكس فاكريني البريفكس ليه كان عدد الوحيد اللي في السابنت مصر للبكة الجزء اللي بيثبت على كل الاكهزة طالما في نفس اللي؟ تمام؟ طيب انا كانسلت دلوقتي ايام الويندوز سوري اسفل بدأ ابتداء من ويندوز كم؟ من ال اكس بي اكس بي ويندوز سورور قبل كده مكنتش الاجهزة كلها او مكنتش الويندوزات سوري اسفل تمام؟ ايام ال اكس بي كنت ادخل على الشاشة دي تلك يمين على كارت الشاشة ادور هنا على اجل بريفكس مفيش حاجة ليه؟ كان لازم انا اللي اسطب البرتوكول الاول ب اي دي طب اسطبه ازاي؟ باجي هنا اقول له انستول ان انا عايز اسطب ايه من دول؟ بريفكس 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 اول ما اقول له اد كان بيصهر في الليستة دي مجرد ما اضغط عليه و اقول له اوكي كان بيصهر ساعتها في الليستة دي تمام؟ او كان برضو فيه امر في الدوس انستول اي بريفكس تمام؟ المهم ثاني هو كده استطبط اجي بعد كده على بريفكس اضغط عليها عشان اضغط الايبين اي دي الاقي بريفكس دمد كده ما بينضغطش عليها معنا كده ان اي بي فرجان سكس او ال اكس بي اسرم ما كانش بيعمل ساب بورد ان انا حط اي بي فرجان سكس بطريقة مانوال لا كان بيعمل ساب بورد بس بامر نت اس اتش فاكرين نت اس اتش بتاع المرة نفتت؟ الامر الطويل الرخم ده تمام؟ تعالوا كده نجربه تاني لو قلت بروبرتز انا محطتش قلبي اهو قدام تمام؟ هفتح دلوقتي الـ CMD طبعا run as administrator تمام؟ واقوله هنا نت اس اتش افضل ان انا اضغط انتر واكمل من جوه جاست بس عشان الهلب من جوه بالنسبة لي بيبقى اسهل تمام؟ الهلب ازاي؟ لو ضغطت علامة استفهم انتر طبعا انت ممكن تستثل وتسارش علي السنتاجس انت بتاع الامر في جوجل تمام؟ بس انا عايز اعلمكم بالمرة زي تستخدم الهلب بتاع امر dsh لان فعلا فعلا الامر مهم جدا تمام؟ ده كده الامر وده الوص بتاع الامر بيعمل ايه بالصمت؟ مين اللي انا انترستد فيه دلوقتي هنا؟ انترفيس لان انا عايز احط ابيع على انترفيس تمام؟ فاقول له كده انترفيس بس ايفا؟ طب مش حافظة بقيت الامر اقول له ايه؟ انا متستفان؟ انتر ايه من دون اللي انا انترستد فيه؟ اي بي برجان فور ولا سكس؟ انا عايز احط اي بي برجان سكس صح؟ بالمناسبة ابتداء من ويندوز تاني ويندوز تربر 2016 لو انا حبيت اخد كوبي بعلم كده وكنترول في يبقى انا كده عملت بس ده ابتداء من ويندوز تاني قبل كده لا كان قبل كده لازم اكليكي مين في اي مكان فاضي في اي مكان فاضي واختر الرامارك واعلم على الحاجة اللي انا عايزها وبعد كده اضغط انتر يبقى انا كده اخدت كوبي اجي في المكان اللي انا عايزة اكليكي مين بس انا كده عملت ايه؟ بس تمام؟ طيب مش حافظة بقيت الامر ايه رأيك؟ استخدم ايه من هنا؟ ايت وبعد كده ادرس وبعد كده لو استخدمت الهلب تاني الراجل محترم بصراحة داني هنا اتزامبل قلي ايد ادرس اكتبي اسم كارت الشبكة وبعد كده الايبين انت عايزة اسم كارت الشبكة بتاعي واي فاي تمام؟ فاقول له هنا واي فاي وفي حاجة معا اسم كارت الشبكة في الويندوزات القديمة لغاية ويندوز 7 مثلا على سبيل المثال كان اسمه Local Area Connection في مسافة فطالما اسم كارت الشبكة في مسافة لازم تحوط لكارت الشبكة بين تمام؟ لكن لو مفيش مسافة زي حالتي كده عادي عايز تحوط مش عايز تحط لكن لو في مسافة الدص ما بيفهمش المسافة لازم تحوط اسم كارت الشبكة بهاي كوتيشن تمام؟ مسافة ادينه بقى كده الاي بي من 001 كولون خمسة على سبيل المثال Enter لا يبقى كده اشتغل تمام سي مسلا عايز احط كمان اي بي ستة سي كمان عايز احط اي بي سبعة ايه دا؟ هو ينفع انها لحط اكدر من اي بي على كارت الشبكة او حط اي بي فرشن فور هو كمان كليت كمان؟ تمام؟ لو قلت له هنا بروبيرتز و قلت له تحط على كارت الشبكة الواحد اكتر من اي بي و احنا قدام كده كده باسن الله هنستخدم الاوشن دا في سيربارات معينا هنقوم اه دا انا باوريك ان ينفع كمان على برشن فور اأقصد ان كارت الشبكة اصلا يا أحمد يا محمود اصفا ينفع ان يتحط عليه اكتر من اي بي فرجن فور و ينفع ان يتحط عليه اكتر من اي بي فرجن سكس انا باوريك ان الاثنين ينفع تمام؟ لو دخلت هنا بقى على اي بي فرجن سكس مش دا اول اي بي انا حطته تمام؟ و اللي دفعت هنا على ادفانسد ايه رأيك ادي الخمسة وتحتي السيكدة وتحتي السبعة يعني معنى كده فعلا ان يدفع ان احطه اكتر من قلبيه على كارت الشوكه البيت سواء برجان فور او برجان سيكس تمام؟ في اي مشاكل كده؟ طيب انا هيا لغي كل حاجة لغيت كل حاجة اهو عشان بس اتأكد بروبرتز سي سي بي اوور اي برجان سيكس كل حاجة لغيت واضحة؟ تمام دي بترية الاولانية اللي هي ايه؟ المانيوات وشايفين امر نيت اسا اتش لازال شغال معانى واكتر من روحة تمام؟ الطريقة التانية اللي هي كان اسمها زمان ايو اي او اي اربعة و ستين اسمها دلوقتي اللينك لوكو احمر اللينك لوكو ده معنى لو انا جيت دلوقتي على كارت الشبكه انا لسه موري لكم بعنيكم ان انا محطتش ايه دي صح؟ لو جيت اقول له دابل كلك ودخلت على ديتيلز ايه ده؟ لينك لوكو اي برجان سيكس ادرس بالجهاز او الكارت بتاعي واخد اي بي واخد ايه؟ اي برجان سيكس شغلو اي برجان سيكس اهو؟ صح؟ ده منين؟ تمام؟ ده بقى اللي هي الطريقة اللي اسمها اللينك لوكو اشبه لكم اللينك لوكو بايه؟ بالابابا حتي يفكرني كده رنج الابابا كان كم؟ 166 2500 250 ايه؟ 250 تمام؟ طيف هانه واخدagnها ثالث خمسة ستة سبعة تمانية تمام في اللينك لوكل الاي بي بيتقسم بالنص بالزبط الاي بي ايه بيتقسم بالنص بالزبط نص فيهم اللي هو النتورك اي دي بس بالنسبة الاي بي فيرشان سيكس الاسامية تغيرت باسمه بريفكس اي دي هو هو النتورك اي دي بس اختلف مسميات بس مش اقدر تمام والنص التاني اللي هو الهوست اي دي بس في لغة اي بي فيرشان سيكس بقى اسمه انترفيس اي دي بقى اسمه يا شباب انترفيس اي دي تمام طب سؤال جوا اللان الوحدة المفترض ان النتورك اي دي يبقى ثابت على كل الاكهزة ولا يتغير من الجهاز للتاني ده لازم يثبت على كل الاكهزة صح؟ طيب بالنسبة للهوست اي دي جوا اللان الوحدة يثبت على كل الاكهزة ولا يتغير من جهاز للتاني؟ ده لازم يتغير من جهاز للتاني اي ما هيحصل؟ صح؟ وعشان كده بدوا يفكروا يقولك اي اي انا عايز بالوقت اطلع المسط اي دي اطرد ان جوا اللان من حاجة يونيك اهو عايز اطلعوا من حاجة يونيك بتبقى على كل جهاز اي هي الحاجة اللي بتبقى يونيك على كل الاكهزة؟ ما تذكر؟ الماك اي دي صح؟ يبقى مطلوب مني دلوقت ان انا اطلع الانترفيس اي دي من الماك اي دي بس مشكلتي في حاجة الانترفيس اي دي كان بنت؟ الاذه ؟ 14 ما هو كله على بعدو 128 طالب تمام كله على بعدو 128 الاذه بقى 64 64 بت للانترفيس اي دي و 64 بت للبريفيديوس عشان كده البيريفيديوس هنابيبقى على 64 ايه الفيديوس دا ؟ できعدد البيتس الي يسبد في جزئيه البيريفيديوس اي دي صح؟ مش قلنا قبل كده البريفاكس ده هو الجزء اللي بيزبط في جزئية النتور كادي على كل الأكاذة اللي هو كان بيت في حال تين؟ النص 64 تمام؟ نرجع تاني بقى للانترفيز اي دي قلنا تاني ان الانترفيز اي دي المفترض انه كان بيت؟ 64 هتطلعوا منين؟ هتطلعوا منين؟ من الماد؟ الماد مشكلتي مع انه هو كان بيت؟ يبقى تاني الماك ادرس كم بيت؟ 8 واربعين تمام؟ 8 واربعين يبقى انا عندي دلوقتي عاجز في كم بيت؟ اه 16 اللي جابها من الاول؟ زرعة تمام؟ يبقى عندي عاجز في كم بيت يا شباب؟ 16 بيت؟ اللي هو كم رقم بالهكسة؟ لا لا 4 بيت ايه ايه 16 بيت يديني كم رقم قصاده بالهكسة؟ 4 مش الرقم الواحد يا شباب في الهكسة بيتمثل في 4 بيت؟ 4 في 4 بيت 16 هيا محمود دخلوا بعض ولا ايه؟ تمام كان ممكن بالمناسبة صحيح؟ ممكن تقول له نتقسسة بيت 16 بيت 16 بيت صح؟ قصادهم كم رقم بالهكسة؟ مش انا عندي الرقم الهكسة الواحد بيتمثل في 4 بيت؟ 4 بيت 4 بيت 16 يبقى 16 بيت وقصادهم كم رقم هكسة؟ 4 وضحت كده؟ تمام تعالوا نشو بقى المكأة بستعكرت الشبكة ده كم؟ وهنطلع منه الهوست ايدي ازاي؟ تمام؟ لو انا قلت له مثلا هنا كان ممكن بالمناسبة صحيح ممكن تقول له نت اس اتش من بره وتكتب الامر كله على بعضه يعني تقول له نت اس اتش مسافة انترفيس مسافة كله بدل ما تضغط انتر زي ما انا عملت تمام؟ طيب لو انا قلت دلوقتي بقى اي بي كنفجة على اقول عشان بس اخد المككوبي وبست على طول ده كارت الواي فاي بتاعهو كوبي ادي المكهو نتاكد بس انهو فعلا متاع المكك الصح افتسي واخرو افتسي تمام؟ قلنا تاني ان انا عندي مشكلة او عاجزة في كم رقم هيكسة؟ اه اربعة 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 تمام؟ هي طريقة ستاندرد بقى بيروح جاي كده هنا في النص ويروح كاتب اف 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 اي دي طريقة ثابتة ستاندرد تمام؟ يعني معنى كده انه هيوصل في الاخر لايه؟ هاجي هنا كده في النص اف 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 اي تمام لغا دلوقتي؟ خلصت؟ لا لسه ايه اللي محتاجة بعد كده؟ اجي على الرقمين دول احولهم بايناري يعني الاف دي تحولها هتبقى واحد 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 تمام؟ طب والسي تحولتها هتبقى كم؟ نعملها الكالكوليتور على طول البروجرامر تمام؟ لو قفت على الهكسة السي تحولتها واحد واحد زيرو زيرو تمام؟ واحد واحد زيرو زيرو الخطوة اللي بعديها هاجعل بيت رقم سبعة مش شمال واقلبها لو هي صفر تبقى واحد لو واحد تبقى صفر تمام؟ وارجع بعد كده احوله تاني للصورة الهكسة يبقى الواحد واحد 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 دي تمثلها اف تمام؟ واحد 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 زيرو ساعدة نعملها كده بصرع واحد 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 زيرو تحولتها ايه ونرجع نحط بقيت الاركون اف تمانية اي اي اف 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 اي في زيرو اف اي اف دي تمام؟ تعاني عشان الناس اللي تلخبطت انا عندي عادة في الماك ادرس كم بيت؟ ستاشر بيت تركت رماؤهم كام الرقم بالماء اربعة فكل اللي فيها ان انا هيجي في النص في الزبت كدة وحط الرقم ده اف اي اف اي لما دلوقتي تمام؟ وبعد كده هيجي على الرقم من دول تمام؟ وحولهم للبايناري وبعد ما حولهم للبيناري اياجي على البيط الرقم سبع ان اقلبها بحتة تربية وارجع بعد كده الكيمة الجديدة حولها للهكسة تمام؟ أخر خطوه بقى خالص عايزها بقى احطها بشكل فرشن سيكس بقى ازاي يعني مثلا ف إي ف تمانية كولن وها كل أربع أركام وبيفصل ما بينهم كولن وبعد كده إي إي إف إف وبعد كده ف إي ف زيرو وبعد كده ف إي ف دي بس كده صعبة سهل خالصة هوم تمام انا كده صلعت مين هي صلاح جزئية لا مقصدش مع الديوشن 6 جزئيتين نتورك ايدي و هست ايدي انا كده طلعت الهست ايدي اللي هو الانترفيس ايدي صح? ناقصني مين? النيتورك ايدي البرفاكس صح? في الابي بقى كانت الاكهزة كلها بتسقط نفسها فرنش 169-254 هنا بقى الاكهزة كلها تسقط نفسها فرنش F في اي 8 زيرو كولوم كولوم معنى كده ان الكولوم كولوم دي فيه هنا كام جروب من اللي صار? ثلاثة ثلاثة صح? وهو كله على بعضه ثمانية قدامي خمسة هاي بقى ناقصني ثلاثة شفر يا لول صح كده? انا دايما بقول البنات اشتر اين عليكم? ايه? على فكرة راضة راضة هي اللي جابت الاول ايه ماشي? ماشي شباب? كين? تعالوا نشو بقى كلامنا صح ولا غلط? يلا بس ده كده شواني هنا ديتيل F في اي 8 زيرو كولوم كولوم ايه ده هو احنا اخترنا كارت الشبكة الصح او انا ده غلط ايه ده؟ كابسة؟ صح؟ مش صح مش كده؟ طيب كان العادة كان العادة بس شباب اللي انا بشرحه ده كان هو اللي صبرت بنغاية ويندوز اكس بي ويندوز سيرفر الفين و تلاتة كان هو اللي شغال بالطريقة دي ولا زال هو اللي شغال على لينكس ولا زال هو اللي شغال على سيسكو و لو طلعت لكم اديه ورشان سيكس عن موبايل بتاعي دلوقتي هتلاقوا برضو جايبه من الماك تمام؟ مايكروسوفت كان العادة اتداء من ويندوز سيفل قررت ان هيك شغالة بالطرابيسة في حاجات كتير من ضمنهم الطريقة اللي بنشتك بيها الوست اي دي تمام؟ الطريقة دي بقى او الرقم ده جابته منين؟ راندم الوست اي دي ما اشتكتهوش من الماك اشتكته ايه؟ راندم عشوائي ليه؟ طريقة تفكير مايكروسوفت قالت ايه؟ دلوقتي احنا عارفين طبعا ان الرقم ده قلنا تاني مقابل للأبابة صح؟ والأبابة ده المفروض ان هو بيبقى يونيك جوء يعني ان روطة ولما بطلعش بي انترنت تمام؟ الشبكة بتاعتي فيها كم جهاز؟ هتلي اجدحة شبكة تلات تلاف جهاز عشر تلاف جهاز بعشر تلاف اي بي مثالي مافيش اختر من كده صح؟ فمايكروس ميكروسوفت فكرت قالت ايه؟ طب مانا بدل ما اشتك الجزء ده من الماك وبالتالي ممكن يؤثر على السيكوريتي ليه؟ معلش يا ماي يديني كده الاي بي بتاعك تديني الاي بي اروح انا عاكسة الطريقة اللي انا عملتها واطلع بالماك بتاعها انا كده عارفت الماك بتاعها قال يعني بقى لو عارفت الماك بتاعها هدمرها بقى مفيه طرق تانية بعرف الماك بتاعها تمام؟ فمايكروسوفت قالت لا كان نوع بالسيكوريتي مش هشتكه منين؟ من الماك امال راندم تمام؟ هي ط طرق تفكيرها ان ايه رأيكم؟ انا كده بلعب بكام احتمال الهوست ايدي كان بيت؟ 64 يعني هطلع بكام احتمال؟ 64 احتمال رقم دخم كده بالمناسبة احتماليتها قد ايه ان كازين كمبيوتر في شبكة بتاعتي مهما كانت كبرها يشتكل نفسهم نفس الهوست ايدي احتماليتها قد ايه؟ شبه مستحيل شبه مستحيل صح؟ ورغم كده حتى لو الشبه مستحيل ده حصل برضه مش يحصل كونفلكت ليه بعم؟ لان كهاز الكمبيوتر اول لما بيشتكه نفسه الهوست ايدي سواء من الماك او راندم بيبعت له كل جرانو ميسج اسمها نيبور سوليستيشن ميسج اسمها ايه؟ نيبور سوليستيشن سوليستيشن يعني نداء بينده على جرانو يا جماعة حد فيكم اشتكه نفسه الهوست ايدي ده؟ ها؟ محدش هيرد يروح مثبت الايدي ايدي ده على كرت الشبكه؟ يسكت؟ لا يروح بعت لهم كانوا من التأكيد نيبور ايه؟ 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 ايدي ده يعني بيأكد عليهم يا جماعة الايدي ده انا اشتكته النفسي محدش فيكم ياخده العملية دي كده اسمها عملية الدابت سواء جهاز الكمبيوتر او الراوتر بتاعي اشتك الهوست ايدي من الماك او راندم بيقوم بعملية الدابت عن طريق تاني انو بيبعت نيبور سوليستيشن لكل جرانو عشان بس يتأكد حد فيهم اشتك الهوست ايدي ده ولا لا؟ لا ما حدش اشتكه يسبته لنفسه وبعد كده كانوا من التأكيد يروح بعت لهم نيبور ادفرتيزمت واضحة؟ طيب عارفنا الرقم ده جابه منيل؟ ولاندقة كان فيه باتش فايل كده سكريبت كده وكنت لقيته على الانترنت بس ما حاولتش هتطبقه يعني بصراحة السكريبت ده بيلعب في الريجيستري بحيث ان يخلي الويندوز يرول باك تاني عالطريقة الاديمة يعني يشتكه من الماك يعني لو انت قدرت توصل للكيمة المعينة في الريجيستري بحيث تخلي الويندوز يتعامل بطريقة الاديمة اللي هي الماك مش انترست فيها بطراحة يختاروا راندم يختاروا من الماك راحتوا في اي اسئلة هنا؟ تعالوا نقرأ بقى تاني كده الاي بي بتاعي في اي تمانية زيرو كولون كولون الكيمة دي كلها اتفقنا ان هو اشتكها راندم ما تحاولوش انتوا تربطوها بحيجة وفي الاخر خالص دي عندي هنا برسنتج اربعة صح؟ احمر برسنتج اربعة دي بقى تعالوا نفترت دلوقتي ان انا عندي جهاز كمبيوتر جهاز الكمبيوتر ده متوصل عليه تلات كروت شبكة ادي كارت التاني التالت تمام؟ ده بسي عادي الكارت ده فرنش عشرات الكارت ده فرنش واخد اي بي 11 001 الكارت ده واخد اي بي 12 001 وجيت انا في السي ايمي دي قلت له بنج على 10 005 ايه رأيكم؟ البنج هيطلع من انهي كارت الشبكة فيهم من العشر؟ بالصبت ليه؟ لان انا بقول له بنج على شبكة عشرات والكارت ده هو الواحد اللي عندي اللي في شبكة العشرات يبقى البنج هيطلع كده تمام؟ تعالوا نقارل ده مأة باي بي درجان 6 انت بس كده الاول من كتر اهمية الاي بي بتاع اللينك لوكل حتى لو انا حطيت اي بي بايدي بعد كده عل كارت الشبكة او اخد اي بي من ال dhcії extermin Arcee بيبقى المحتفظ باللينك لوكل بمعنى لو نفتكر tiden مع بعد كده الاي بي بتاع البابا لما كان جهاز الكمبيوتر بياخد ابابة وبعد كده انا احطه ابابة ايدي او ياخد ابابة من الدي اتشي سي بي سيرفر كان بيفقد ابابة. صح؟ هنا لا. من كتر اهمية اللينك لوكل والاستخدامات بس هو شغل الساسكو شوية مش شغلانا هنا في كورس ده. تمام؟ من كتر اهمية اللينك لوكل حتى لو انا حطيت ابابة حتى لو عامل كونتاكت مع دي اتشي سي بي سيرفر واخد ابابة بيفضل واحتفظ باللينك لوكل. تعالوا نجرب كده? لو انا جيت هنا على كارت الديفولت بيكلب 64 تقدر تغيره عرفنا 64 جات منين بيقسمه بالنص نص ايه انتروفيز ايدي ونص بريفيكس تمام انا حطيت اي بيدي اهو لو جيت هنا تحت ديتيلز لقيت ان الاي بي اللي انا حطيته بيدي موجود ولازال محتفظ باللينك لوك من كتر ما هو ممكن تمام؟ طيب معنى كده ان كل كارت النكرودي حتى لو انا حطيته بي اي بي بيدي برضه هيفضل محتفظ باللينك لوك فهفترض مثلا ان هو اخد هنا اي بي ف اي تمانية زيرو كولون كولون واحد ف اي تمانية زيرو كولون كولون خمسة مثلا ف اي تمانية زيرو كولون كولون ثلاثة متابر وجيت انا بعد كده قلت له بنك مسافة ف اي تمانية زيرو كولون كولون ستة البنك هيطلع من ان يكارك شبكة ماينفعش كله لانك لو قلت له كله معنى كده ان البروستسر بتاع جهاز الكمبيوتر مطلوب منه ان هو يجنريت الباكت تلاث مرات ده اللود عالي جدا عن البروستسر اصلا دلوقتي كده يفتحي يطلع من خمسة يطلع من خمسة لا هو مش من قرب اخد بالك انا دلوقتي كانت بقى اي ارقام كده عشوائي انما في الوجه هتلاقيها ارقام بالمنظر ده فمش هتقدر تاخدها بالتقريب اللي انت وقلتو ده خالص مفعش انا شغل فهلاوة تمام؟ حد فيكم قدر ياخد قرار؟ لا انا لا هيشتغل عادي تمام؟ تمام؟ بس انا كادمن لازم بقى انا دلوقتي بكلم مش ناس موظفين انا دلوقتي بكلم نفس سيستم ادمن تمام؟ انت اصلا كسيستم ادمن هتبقى عارف وايس جدا ان الـ FE 8-0-Col 5 الناحية اه سوريا هو كان كم؟ FE 8-0-Col 6 الناحية دي فانت اللي لازم تحددله هتطلع من انه كرت شبكة انت هتبقى عارفة انا بفترض دلوقتي ان انت واحدة في سيستم ادمن وعارفة ان الجهاز اللي انت عايزة توصلي له بناحياتي تمام؟ طيب دلوقتي مايكروسوفت حلت الحوار دا زي قالتلك انه كل الـ Interface كل كرت شبكة على كهاز الكمبيوتر هيتعمل له Generate هنطلع له كيه مسمعه Interface ID هنطلع له كيه مسمع ايه Interface ID الـ Interface ID دا بقى Direct on Percentage تمام؟ C مثلا %3 %7 %9 اني رقم عشوائي مش مرتبط بحاجة بس المهم عندي انه مفيش كرتين شبكة على كهاز الكمبيوتر يكون لهم نفس الـ Interface ID انا بقى دلوقتي كـ System Admin عارفة كويس جدا انه عايزة اوصل انه عشان اوصل لـ FE 8-0 كولوم كولوم 6 هطلع من كرت الشبكة اللي واخد ID 3 يبقى قوله بنك مسافة او غير مسافة سوري بنك مسافة الـ I-B اللي انا عايزة اوصله %3 يبقى انا كده بحددله كرت الشبكة اللي هيترع منه و ايه كرت الشبكة الـ Interface ID اللي عندي انا ماليش دعوه بالـ Destination تمام لغاية دلوقتي تعالوا كده انجروا لو انا جيت دلوقتي عالـ CMG وقلت له بنك مسافة F-E 8-0 كولوم كولوم هجيب كده بس الـ I-B بتاع الموبايل بتاعي هو لقت من نفس الـ Wi-Fi طبعا فالمفروض كده المفترض انه هم في نفس الـ Network فالمفروض يوصلوا لبعض تمام F-E 8-0 كولوم كولوم D-A C-7 كولوم 7-1 F-F كولوم F-E 3-1 كولوم 5-7-D واخدين بالكم اصلا هنا في نفس F-F-E ده معنا انه هو اخده منين؟ من الماج بتاعي تمام؟ بصي كده دلوقتي على الماكوى على الـ I-B بص عليهم بصة سريعة وقللهم فعلا نشتبكوا فعلا من الماكوى اللي لابا الماكوى على الـ I-B مكتوب و I-B Virgin 6 تحتي تمام؟ تمام؟ بصوص تمام تاني انا هحدد بالأينترفيس اجيب تعمين زي انا فهكتب انا برسنتج اربعة دا كرت الشبكة بتاع الواي فاي اللي انا هستخدمه عشان اوصل للموبايل لسه اصدح اصدح يا عم اصدح انت فرحان قوي قمرتش بقمرتش بقمرتش انا هتاكد برضو من الراكم انا كتبصح او لا اهو بدأ ايبان لجمع بشكل تاع الاكسل بوينت النيل هو اداني واحدة بنجاي عموما لا لا هيشتغل ما تقلقش بس او بس عشان الاتنين الشبكة تعبادة بس شوية والواي فاي برضو تمام؟ المهم كده في ايه؟ ربلاي صح؟ طيب لو انا مستخدمتش اصلا الانترفيس اي دي انا وحظي بعه مره يبنج مره ما يبنجش اللي هو بيجرب في الكروت مره يطول قوي وبعد كده يبنج يعني انا ضغط انتر بضلوتي وانا مش عارفها يعمل ايه تمام؟ نصبر عليه شوية كده جايز يبنج بعد كده بدأ يديني ربلاي واضحة؟ انما مثلا افرد انا عانتي اكتر من كرت شبكة هو؟ صح؟ منهم كروت وهمية كرت زي ده ده كرت وهمية لو انا دلوقتي دخلت ع الديتيلز بتاعته واخد اي دي كام؟ تمانية لو انا حاولت ان انا اطلع البنك من الاي دي تمانية ده هتطلعني في حتة؟ لأ هاديني انريتشكوز الكرت الوهمي ده شغيل محف مفيش حاجة اسمها كرت وهمية شغيل الكرت الوهمي ده عبارة عن صفت وير هاعلمكم قدام ابتداء من المحاضرة جاي بإذن الله ازاي بنعمله؟ ده حاجة انترنال كسوفت وير جوا جهاز تمام؟ فمش هيوصلني الحتة خالص كخارجي انما داخلي جوا الويندوز احنا بنحتاجه وساعتها لو كتابنج هيتديني الربلاي لما كنت ببنج على حاجة اسمها ماكنة هنعملها قدام بإذن الله هم؟ واضحة كده؟ تمام كده احنا طلعنا ايه؟ المانويل والايوئوي 64 في اي اسئلة في الايوئي؟ هم؟ التلاتة دول مش ياخذوا اكتر من خمس زيه؟ وبعد كده هتاخدوا بريق مشتعلة تمام؟ ندخل بقى في الدينامج ايه الدينامج ده؟ انه الدينامج ده؟ طيب الطريقة الاولانية سلاك سؤال ينفع دلوقتي راوتر ما هوش DHCP انا دخلت على صفحة الـ Configuration وقفلت الـ Option بتاع DHCP ينفع جهاز الكمبيوتر ياخد IB منه؟ لا هياخد الزي ده انا قفلت خدمة DHCP بالصبت كان صرحان بس شوية مش هينفع صح؟ في الـ Slack فى IB version 6 ينفع ازاي؟ ده ملوش اي علاقة بـ IB version 4 ملوش مقابل فى IB version 4 تمام؟ الفكرة بتاعته؟ ان انا عندي ادي الـ PC وادي الـ Router متوصلين ببعض وده الـ Router تمام؟ الـ Router هنديلو ID 2001 كولوم كولوم واحد مثلا على سبيل المثال وطبعا احنا لسا شايفين بانينا ان حتى لو اديد له IB بإيدي بيفضل محتفظ بالـ IB بتاع الـ Local صح؟ اللي هو F8-0 كولوم كولوم بيشتاكوا من في الـ Router بتاع السيسكو على سبيل المثال بيشتاكوا من الـ M ثابت بمعنى ثابت بمعنى لا بقدر اغيره ينفع اغيره عادي في السيسكو على سبيل المثال او باعرف اغيره تمام؟ فالمهم تاني ان انا حطي ان هو اشتاك الـ IP ده من الماك احنا بنتكلم عن الـ default ده الوقت ان هو اشتاكه من الماك وكده كده ندت له IP راوتابل قادر اطلع بانترنت جهاز الكمبيوتر بتاعي اشتاكت نفسه FE8-0 كولوم كولوم مثلا 2 سواء بقى random او من الماك تمام؟ مشكلتي ده الوقت مع FE8-0 احنا قلنا ان ده المقابل للأبابة والأبابة مطلعش بانترنت صح؟ وعلشان كده الـ BC هيكونتاكت مع الراوتر يبعث له ميسج اسمها راوتر سوليستيشن راوتر سوليستيشن راوتر سوليستيشن ايه راوتر سوليستيشن؟ يا راوتر الله يكرمك انا اشتاكت لنفسي جزئيه الـ host ID طلعتها من الماك او random بس انا الـ network ID اللي عندي ما بتطلعنيش انترنت الله يكرمك اديني network ID اطلع بها انترنت يقوم الراوتر رادد بايه؟ راوتر الـ Advertisement يقول له خد خد اهي ادي الـ network ID بتاعتي اهي خدها تمام؟ اللي هي 2001 كولون كولون بس بالنسبة للـ host ID انت شاكيته نفسك ما تتعبنيش بقى تمام؟ يبقى تاني الراوتر هيرد على الـ BC بايه؟ بالـ network ID اللي هتساعد الـ BC انه يطلع انترنت هتساعد الـ BC انه يطلع ايه شباب؟ انترنت انما بالنسبة لجزئية الـ host ID هقوله لا لا انت شاكيتها لنفسك اصلا زي ما هي خدها زي ما هي اصلا احنا بنتكلمش على بيت ولا اتنين احنا بقى اينا بنتكلم في host ID قمته 64 بات؟ فكون ان الراوتر يردك 64 بات كمان في الـ host ID ده اللوت عليه؟ تمام؟ يبقى هنا الـ BC اخد من الراوتر ايه؟ الـ network ID والـ gateway ليه الـ gateway؟ معارف ان الراوتر ده اللي الراوت عليه فطبيعا هنا الـ gateway صح؟ لكن الـ BC دلوقتي عشان يطلع انترنت محتاج معلومات تانية على سبيل المثال ينفع يطلع انترنت من غير دي NS؟ ما ينفعش ما ينفعش يطلع انترنت من غير دي NS؟ صح؟ في الـ Slack ده كبيري ان تاني الـ BC عمل contact مع الراوتر اخد منه الـ network ID بس كده بقيت الـ options بقيت عن الـ gateway؟ لا مفيش لو انت عايز الراوتر يديده كمان options ساعتها لازم تحول الراوتر لـ DHCP server وعشان تحوله الـ DHCP server في عندك طريقتين في الـ DHCP version 6 في طريقتين الطريقة الاولانية stateless وده الشائع اكتر في شغلنا ساعتها الراوتر هيرد على الـ BC بـ options كمان على سبيل المثال الـ DNS تمام؟ الحاجة الوحيدة اللي الراوتر مش هيرد بيها على الـ BC هي مين؟ الـ Interface ID هقول ما انت كده كده اشتقيته ما انت كده كده طلعته من المايت ايه لازمة انك تعمل لود علي؟ تمام؟ دي طريقة مين؟ الـ stateless وده الشائع اكتر في شغلنا تمام؟ لو انت عايز الراوتر بقى يوسع كل حاجة زيه بالضبط زي الـ DHCP Server اللي موجود عندي في IP version 4 حولوا بقى الـ stateful يبقى في الـ stateful هيوزع كل حاجة الـ IP بالشكان بتوعه سواء نتور ادية او وسط ادية تمام؟ هيوزع كمان الـ options وده مش شائع اكتر في شغلنا وده مش شائع اكتر في شغلنا وقدان بإذن الله لما ناخد الـ DHCP Server هنطبق عليه version 4 وهنطبق عليه version 6 وساعتها هنطبق عليه 2 options لان الـ Slack صبرتت على Cisco ومش صبرتت على Microsoft بالتاني دلوقت في اصلا يقال ايه؟ الراوتر مطلوب منه يرد على الـ PC بشوية options كمان دي ايه؟ اقولك على حاجة كارت الشبكة بتاعي دلوقتي انا واخد اي بي دايناميك تمام؟ double click تحت details انا واخد اي بي سب نتمخ بصي واخد ايه كمان؟ default gateway بصي واخد ايه كمان؟ dns او اعتقد dns ده انا اللي حطه بـ ED بس انا اقول لـ obtain عشان ياخد كمان dns منين يديش cd server بتاعنا اللي هو الـ route تحت details تحت details بصي اخد dns ازاي؟ لواحده بطريقة اوتوماتيك يبقى معنى كده ان الـ PC عشان يطلع على انترنت مش محتاج ID بس ده محتاج ID ده محتاج ID و dns و gtway ساعتها لو انت عايزة يرد بقية الـ options لازم تحوليه الـ dns وانت بتحولي الـ dns وانت بتحولي الـ dns وانت بتحولي الـ dns وانت بتحولي الـ dns او حتى في سسق وعند اتنين options بصي اي بيب الشركين بتوعه سواء الـ dns و السي اي بيب الـ dns و كل حاجة زي الـ dns وبالزبط زي الـ dns بتاع IP version 4 يبقى هتحولي الـ a state false تمام كده؟ اي بي بتاع الـ dns اي بي dns اي بي dns تقصد في حالتي دلوقتي طيب خالص اولا الراونتر بتاعنا هنا مهوش dns تمام مهوش اسا مهوش dns مهوش dns كل اللي فيها انو بياخد الريكوست مني يعملو حاجة اسمعه فورواردك يبعاثو على dns بتاعتي ايديها تمام انا ممكن ادخل دلوقتي على صفحة الروتر واشيلي العاد كده انا عن نفسي عادة حتى في البيت عملا كده شيلا خالص وحط اربع تمانيات بتاع جوجل لان بتاع دي الاتة دايما وقعوا بتنايل بستيني تمام اي اسئلة تاني ربع ساعة بقى كده بريكو نرجع ان شاء بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بقى ايه نبدأ في ايه 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 اعنى وقعت على اي اي بي في الدنيا اعرف ازاي انه public مايكونش 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 ايه 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 ثلاثة صح؟ يعني من الاخر ايه 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 بدايته اثنين ولازالو شغالين في الاتنين واعتقد قدابهم اثنين طويلة قاوي قبل مايدخلوا في التالاتة بص الحركة اللي عاملين هدي فيسبوك لا جامدين صح طيب تعالوا نشوف معلومة تانية كده او موقع تاني يهو بدايته ايه اتنين دب 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 دوت جوجل دوت كوم لا ما احنا لسه قللين لسه قدهم سنين على ما يدخلوا في الثلاثة لازالوا شغالين في الثلاثنين انت اخد بالك من حاجة ده اول ثلاثة بت والباقي بيلعبوا فيه انت متخيل برايتي وتنوع قد ايه في الآيبهات اللي ثلاثة بت دول بس بيديهم تمام يبقى ثاني من الاخر ايه لو وقعت على اي اي بي فيرجن سكس بدايته اثنين او ثلاثة بالحكسة اعرف على طول اللي ده غلوب ال اي بي تمام طيب ندخل على الرينجي اللي بعدي اللي هو اللينك لو وقلنا ده مقابل لمين ابابة صح؟ ده مقابل لمين يا شباب الابابة تمام؟ طيب اللينك لو كل بدايته ايه؟ ف ايه تمانية زيرو كولون كولون على عشرة كولون كولون على كم؟ يعني ايه على عشرة؟ يعني اول عشرة بت هم اللي يثبتوا طب تعالوا نفرد ده كده بايناري ف يعني ايه؟ واحد 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 ايه واحد واحد زيرو زيرو صح؟ متأكد كده بس ايه واحد 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 زيرو تمام؟ بعد كده التمانية واحد زيرو زيرو بعد كده السفر هو طالب مني تلوقتي اثبت كان بيت عشرة يعني الرقم ده كده لغاية هنا ده كده اللي يثبت صح؟ واللي بعديه ينفع يتغير عادي معنى كده ان الرقمين دول ممكن يكونوا ايه؟ ممكن يكونوا سفر واحد او ممكن يكونوا واحد سفر صح؟ او ممكن يكونوا واحد واحد اللي باللون اللي احمر دول دول العشرة بيت دول اللي ايه؟ اللي يثبتوا لكن اللي بعد كده يتغير واللي اربع تصار دول برضو ممكن اطلب احتمالاته تمام؟ يعني من الاخر اي رقم بدايته او تحويلة دي هتبقى كم؟ او تحويلة دي هتبقى كم؟ تسعة وتفرر الرقم اللي بعديه تمام؟ او دي تحويلات هتبقى ف اي دي عشرة يعني ايه؟ وتفرر الرقم اللي بعديه او ف اي بي وتفرر الرقم اللي بعديه يعني من الاخر اللي عايز اوصله لكم ان عين لو وقت على اي رقم بدايته ف اي تمانية ف اي تسعة ف اي 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 ف اي دي كل ده ايه؟ مش شرط يكون ف اي ثمانية زيرو تمام؟ وبرده هم لسه شغالين في ف اي ثمانية زيرو وبرده اعتقد قدامهم ستين طويلة قبل ما يفكروا يشتغل على رنج تاني في اي مشاكل كده؟ ده بالنسبه لمن؟ للينك لوكل هم صح؟ طائمين؟ الرنج اللي بعديه اللي هو السايت لوكل السايت لوكل ده كان مقابل للبرايلت طب قبل ما يكمل الرنج بتاعه بالمناسبة ف اي سي زيرو كولون كولون على عشرة ف احنا كنا هنا عند بي يبدأ في اي سي ده خاص بمين؟ باللينك بالسايت لوكل اللي هو المقابل للبرايلت هو انا اصلا محتاجة اي بي هات ريفت لانا عندي كمية تنوع في الاي بي هات رهيبة احنا كنا اصلا قلنا مفهوم البي هات تعمل ليه؟ عشان نحل مشكلة الفقدة في الاي بي هات ما بقاش عندي فقدة في الاي بي هات ده احنا عندنا اي بي هات بالعبيد تمام؟ بس افرد ان انت حبيد تطبق ناتنج كنعم السيكيريتي عايز تخفي اي بي هات الشبكة بتاعتك يبقى ساعدها تشتغل على ري جيمين او حاجة تانية عاملين حسابهم برده للمستقبل افرد في يوم الايام فعلا الاي بي هات برده خلصت يبقى عاملين حسابهم في ري جي ايه؟ برايفت بس المشكلة ان السايت لوكل الاول لما نزل الار افسي بتاعته مكنتش واضح الريكوست فور كومنت يعني ايه الار افسي بقى؟ في عندي محط تعليمي كده لو تصنع عنه اسمه اي اي تي اف تمام؟ بيطلع منه اساسا عال كده باسم الله ما شاء الله بيطلع منه افطر عدزة نفسه اصلا تمام؟ الاي اي تي اف ده لو دخلت على الموقع بتاعه هتلاقيين مخصصين جزء كده من الموقع اسمه ار افسي اي بروتوكول يصهر بيبقى له دوكمنتيشن صح؟ بيتحط في الجزء ده في اللين كده يعني مثلا لو جيت دلوقتي كده على جوجل وكتبت له مثلا ار افسي فور اي بي اي بي بروتوكول تمام؟ قال لي ان الديكمنتيشن بتاعته بصوا تابع موقع ايه؟ الاي اي تي اف دوت ارغ تمام؟ الار افسي بتاعته رقمها سبعمية واحد وتسانين ده الرقم الار افسي بتاعت بروتوكول الاي بي لو دخلت كده كل دي كده الار افسي بتاعت بروتوكول الاي بي كل كبيرة وصغيرة عن البرتوكول تمام؟ وضحت كده؟ تمام الار افسي بتاعت السايت لوكل الراجل اللي كتبها ما كانتش واضحة تقصد ايه سايت؟ سايت دي تقصد مثلا شركة والفرع بتاعها ولا تقصد الهوم يوزر عايز يكون نكتب الانترنت انت تقصد ايه سايت؟ ما كانتش واضحة خلص فقال لك طب خلص مانعا للقبطة احنا هنلغي السايت لوكل خلص ومالي عام فين البرتوكول قال لك هنعمل رانج بديد اسمه يونيك لوكل وهو ده فعليا المقابل وهو ده فعليا المقابل لمين؟ البرتوكول تمام؟ وده الرانج بتاعه F C 0 0 كولون كولون على سبعة اعتقد واضحة بقي يعني ايه على سبعة؟ يعني مثبت اول سبعة بيت والعب في الاحتمالات البقية تمام كده؟ يبقى ثاني المقابل حاليا للبرايفت هو مين؟ الونيك لوكل مش السايت لوكل تمام؟ طيب او امنوت شروع الدوان فين بس اخد بلك ان كل يوم يغيروا في حاجة تمام؟ طيب بالنسبة الوك باك الوك باك الوك باك هو نفسه نفسه اللوك باك بس كان مشكلت في اي بي فرشان فور شفتوا كمية تنضيع الاي بهاات اللي عملوها؟ من ال 127 000 لغاية ال 127 25252525255 انتو عارفين ده ضيع كم اي بي؟ 16 مليون سبعة مية سبعة وسبعة وسبعة ألف مشوية تقصوك 14 تمام? المهم ان هو ضايع عندي ايه? اي بيهات كتير جدا. فطبعا سري ما قلت لكم اي بي برشان فور كان فيه شوية قصور. في حاجات كده طولنا احنا ماشيين. ايه لغباء ده? ليه عملوا كده? حلوها كلها فين? تدركوها كلها فين? في اي بي برشان سيكس. فخلوا هنا اللوب بيك هو كلهم كلهم واحد. حتى البرفكس كله افلوه. يعني معنى كده اني طلعت باي بيهاتين. تمام? فانا ما استن هنا. لو جيت هنا قلت له. بنك على كولون كولون واحد. في ريب لاي اهو. بس انا كده بتشك على تي سي بيه اغرق اي برشان سيكس. بتشك كده على مين? عالصوفتور بتاع? برشان سيكس. واضحة? تمام. في عمتي كمان الانسبسفايد. الانسبسفايد ده اللي هو كولون كولون زيرو. ايه كولون كولون زيرو ده? يعني من الاخر كاني بكتب بالضبط اربعة تسفايد. فقلبي برجان فور. اناسبسفايد مش بيوجه لحاجة. تمام? اخر واحد. اخر رينج. اللي هو الملتيكست. الملتيكست. وده الرينج بتاعه. اف اف زيرو زيرو كولون كولون على تمانية. يعني بثبت كم رقم هيكسة? تمانية الاولية. هيكسة. اوض رقمين بالضبط. ايه. واضحة? اي مشاكل؟ تمام. امسحها ايه? ندخل بعد كده في الادرس جروبينج. تمام? اول نوع من انواع الادرس جروبينج يونيكست. تاني نوع ملتيكست. تالت نوع. تالت نوع. مبقاش عندي تكنولوجي البرودكست اختفت. تمام? وظهر تكنولوجي جديدة خالص اسمها اني كست. تعالوا نشرح واحدة واحدة كده. يونيكست تاني واضحة. يعني ايه? من جهاز لجهاز. تمام? ملتيكست. يعني من جهاز لمجموع معانم الاكهازة. وزي ما قلت لكم الرنج بتاعها كم صحيح? FF00C على تمام? مبقاش عندي حاجة اسمها برودكست. طب افرد بقى لاي سبب من الاسباب. عندي كاس كمبيوتر عايز يبعد داتة للكل. يتصرف ازاي? قال لك مافيش مشاكل. هنشتك اتنين اي بي. من الملتيكست ده. ليهم سبيشيال مينك. الاولاني. FF02. كولوم كولوم واحد. لو انت بعدت مسج او رسالة للدستينيشن ده. دي كده هتوصل لأول نود. هتوصل لمين? لكل الناس. يبقى كأن ده مقابل بالضبط لمين? للبروكست. كان ده مقابل لمين يا شويف? للبروكست. وانا شايف ان ده اسكب كتير. ليه بقى? افتكروا كده? البروكست في IP في رجن فور كان اخر IP في النتورك. صح? مش بس كده. ده كان الديريكتر بروكست. وكان عندي الجنرال بروكست اللي هو كله 255. ايه تضيع الابيهات ده? تمام? كل شبكة دي عملها IP عشان البروكست. ليه? انما دلوقتي الابي ده بس هو الوحيد اللي بيشاور على البروكست. وفروا IP هات كتير ولا لا? صح? طيب. وعندي كمان IP ليه سبيشيال ميننج اللي هو FF02.2 ودي ساعتها لو اي كاز بعد ميسج للدسنيشن ده هتوصل لأول راوترز. هتوصل لأي شباب؟ لأول راوترز. هتوصل لكل راوترز. ده بالضبط مقابل لفا IP في رجن فور بل مدين 24002. بنحتاجها كتير في شغل اساسكو الإي بي ده. في اي مشاكل كده؟ تمام. ده بالنسبة لليني كاست والمولتي كاست. تمام؟ ظهر تكنولوجي جديدة بعد كده في فا اي بي برجان 6 اسمها اي كاست. من كتر قوة التكنولوجي دي اتطبقت حاليا كمان. فا اي بي برجان 4 على dns. تمام؟ تعالوا نشوف فكرتها كده وزكاء منهم فعلا ولا لا. اي كاست دي معناها ايه؟ قالك ده معناها من واحد للاقرب. الاقرب ده. تعالوا ناخد اتنين اكزامبل لها. اول اكزامبل انا هافترض ان انا عندي مجموعة من الروترز. عندي واحد اتنين تلاتة. وعندي هنا بي سيد. البي سيد عايزي يوصل لجوجل. طبعا احنا قيلين قبل كده ان جوجل مش سربر واحد. جوجل بنقول عليه مزرعة سربرات. صح؟ جوجل شارك لاس بي بالمناسبة. ده واحده كده مع نفسه شارك لاس بي. تمام؟ فا ادي البي سيد بتاعي. وادي مجموعة من الروترز. ار واحد. ار اتنين. ار تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. تمام؟ وعندي هنا سربر جوجل. وعندي هنا سربر جوجل. تمام؟ طبعا جوجل بياخد بابليك اي بي. سؤال بقى. ينفع في اي بي فور مش سيكس. يحصل اصلا ان تو سربرز يكون عليهم نفس البابليك اي بي؟ لا ما ينفعش لان البابليك اي بي كنا قلنا بلكده بنشايف. نشايفين بعض كلهم. وبالتالي لو سربرين عليهم نفس البابليك اي بي هيحصل كونفليكت. تمام؟ فاي بي فورجن سيكس بقى ينفع. بس بشرط يكون بطريقة الاني كاست. يعني لو انت بتضبط الاي بي في اوشن كده ان انت تقول له لا بقى ايه. اني كاست. تمام؟ الفكرة بتاعته ايه بقى؟ قالك ان البي سي هيروح لوقو. الان هي واحد بالاقرب. هو مش اللي اقرب بالمتر. اللي اقرب بالنسبة لحاجة اسمها مترك. بس مترك ده مش موضوعنا في الكرس بتاعنا خالص ده شغل سيسكو. تمام؟ اعتبروها هيروح لمن؟ لجوجل ده. ده اقرب. تمام؟ طب جوجل ده لو وقع. هيعملين؟ لو انا كنت شغالة اي بي فورجن فور احنا اتفعنا ان اللي اتنين سيربر دول ملهمش نفس البابليك اي بي. ساعتها البسي هيحس انه حصل داون تايم فترة داون. وعلى ما يدتكت بقى انه المفروض يروح لواحد تاني. فياخد شوية وقت. انما هنا مش هيحصل داون تايم. لانه شايف اللي اتنين نفس الاي بي. كأنهم سيربر واحد. وبالتالي لو حصل داون لده هيسويتش على طول هيدقل على طول على السيربر التاني. بطريقة ايه بشرط? الاني كست. يبقى وانا بحط اللي الاثنين اي بي بطريقة الاني كست. ده اكزامبل ها. تمام؟ اكزامبل تاني. ده بقولك لو شغال الاني كست. الاني كست سابورت اصلا في اي بي برجان فور على حاجات معينة. تمام؟ هتديك اكزامبل دلوقتي على برجان فور. انما ده سابورت فين؟ في اي بي برجان سيكس. تمام؟ طيب سيناريو تاني. هفترض دلوقتي ان انا عندي شركة كبيرة شوية توفيعته راوتر. ادي راوتر. ادي التاني. ومتوصلين عن طريق سويتش. والسويتش ده بعد كده موصل على الاجهازة. تمام؟ مش الجهاز ده دلوقتي. ادي البي سي. ودي السويتش. تمام؟ ودي راوتر ار واحد. ودي راوتر ار اثنين. تمام؟ المفترض دلوقتي ان الراوتر ده دي هي اللي مطلعني انترنت. البي سيبقى تاني. البي سي عشان يطلع انترنت دلوقتي يا محمود. محتاج ايه؟ الجهاز اللي هو اي بي الراوتر. هتحط له دلوقتي الاي بي ده؟ ولا الاي بي ده؟ طب لو انت حطته الاي بي ده والراوتر ده واقع. هتجري جري 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 على كذا تغير الجهاز للاي بي ده؟ هينفع؟ لا. امات تسترف ازاي؟ لأ منعايز ان الاثنين يشتغلوا بحس ان لو واحد واقع. التانى على طول في النوتيم الاكاسة تشتغل عن طريق الراوتر التانى. مش انت كادمن تقع تلقف وتغير الاي بي هات واجهتها على الاكاسة. واضحة المشكلة اللي انا اقع فيها؟ تمام؟ طب اعمل ايه؟ طبعا لها حلول في verijan 4 بس احنا بنتكلم دلوقتي عن iB verijan 6 تمام؟ من ضمن الحلول طب ما انا قدي 2 راوتر زي اصلا نفس الاي بي بي بطريقة يبقى ساعت هلبسي هيروح الواحد فيه وقع دوما تيكي يغير عالتاني لانه حاسس ان الاتنين نفس الراوتر هدي تطبيق تاني ها لا ده في رجان سيكس حضر بيش مرح الاتنين هتضول الجثوي هنا كلا احنا استفقنا لو اديتلو دوت واحد شده ودوت واحد وقع انت كادمن هتضطر تلف على الكذا تغير البود ولندوت اتنين وده والغاية عليه او حتي لو اتا مسلا تغيرت على الديو ايبين شب describing وهتلف على الموظفين قلولهم يا ماتباه lábor ايه رأيك من ضمن حلول ان انت تكريتلي راوتر وهمي ملهوش وجود الراوتر الواهمي ده هتجيله IPC مستندول 3 وتيجي هنا على الاجهزة هافترض ان الاجيب بتاع الجهاز ده دوت 1 دوت 100 وفي خانت الجيتوي هتجيله 3 في الراوتر الواهمي ده بيشاور فعلا على واحد منهم تمام؟ يبقى البيسي طالع على دوت 3 لكن هو في الواقع طالع على دوت 1 وقع ده؟ ثم تيكي الراوتر الواهمي ده يشاور على دوت 2 مست الشبكة الواهمية دي لا بتجده ايه شبكة الشغالة او دي بعض تمام؟ ازاي؟ عن طريق ان الراوتر كتشبين بيبنجوا على بعض كل شوية كده هافترض كل ثلاث ثواني يبنجوا على بعض عشان لو واحد واقع التاني يعرف على طول ان الاولاني واقع فيبقى هو الجيتوي بتاع الاكهزة ازاي نعم شبكة انا ممكنش الراوتر على دوت 5 انا انا راوتر ككونفيجريشن اوامر ككونفيجريشن مانيش علاقة بالم خالص تمام؟ تاني الفكرة بتاعتو ان ار واحد و ار اتنين بيبنجوا على بعض كل شوية تمام؟ كتخيل في راوتر وهمي بينهم كتخيل. لكن في الواقع اكيد مفيش راوتر واحد. تمام؟ فهما اللي اتنين هيتفقوا. يا جماعة ضد ثلاثة هيبقى انا ولا انت? ار واحد هيقول لا خليه انا. تمام؟ طيب. جي بعد كده ار واحد و ار اتنين بيبنجوا على بعضه كل ثلاث ثواني. جي ار واحد بطل يبعد بنج. ار اتنين ساعات هيعرف ان ار واحد واقع. يبدأ ياخد هو الركوستات بتاعت اليوس. وضحت كده? تمام. طب هو وقف الفيديو بس عشان ما يتوانش اوي واخد السلطة. معي? تعالوا ناخد اكزامبل كمان بقى انا قلت لكم ان من كتر القوة بتاعت الانيكاست بقت شغلة دلوقتي حتى فاي بي برجان فور. فاكرين على سبيل المسال لو جينا هنا ندخل على الروت هينت. الروت هينت سيرفرز. فاكرين الموقع دا? تمام? كنا قلنا دا الموقع بتاع التلاتاشر سوبر كمبيوتر اللي هون الروت هينت. تمام? على سبيل المسال لو جيت اشوف مثلا موقع زي او اسفل سيرفر بتاع الاي. انا قلت لكم سيرفر الاي في الواقع هي مجموعة كبيرة جدا من السيرفرز. في النهاية كل السيرفرز دي بنته عليها باي بي واحد بس برجان فور واي بي واحد بس برجان سكس. بطريقة اي. ازاي قدرت ان انا انده هليوم كلون باي بي واحد. بالاني كاست. شوفتو? حتى في اي بي. فرجان فور صبرت كمان اي بي فرجان فور. اي من اللي كان بيقول لي اي بي فرجان فور و سكس. باشا. مش كنا قلنا اللون الاسرق دا او اللون الاحضر دا. دا اي بلد. فرجان سكس. صح? هاتلي بقى السيرفرات هلا اللي شغالة برجان فور. بسم الله ما شاء الله. اربعة. تعالوا ندخل على اللي بعدين. ولا واحد. اللي بعدين. اللي بعدين. لا دا في شوية هون. ولا واحد. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. دا وراه المنوفية يا جد عين. لا بس احنا اتفعنا ان مصر برجان سكس يا باشا. صح? اه. مش كده? اه. نعم لدينا واحد من سوليتا واحد دهية شلق ماشي عشان الناس اللي كانت بتقولي IP version 6 ليه؟ ما خلينا version 4 اي رأيك؟ اتهم؟ حدا عنده مشكلة IP version 6؟